اشتركوا في القناة وتضم المشاركات نخبة من الشخصيات العالمية المعنية بعلوم تطوير تحسين الانتاجية وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين وبهذه المناسبة أدلى سموه بتصريح رحب فيه بكافة المشاركين معربا عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي يواكب جهود مملكة البحرين الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني متمنيا للمؤتمر وللمشاركين فيه كل التوفيق والنجاح وأضاف سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة إن مثل هذه المؤتمرات العالمية التي تعنى بالمبادرات المتنوعة والمستحدثة في مجال تحسين الانتاجية وتبيان أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال لا تنسجم مع سعي مملكة البحرين الدؤوب لإيجاد أرضية مناسبة تساهم بفعالية في رفع مستوى انتاجية المؤسسات والشركات والأفراد إيمانا منها بأن الإنتاج هو أساس التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وأكد سموه أن التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر العالمي ستعود بالفائدة المنشودة على مختلف مفاصل العملية الانتاجية في مملكة البحرين ومؤسسات القطاعين العام والخاص وأن نجعل البحرين نموذجا إقليميا في مجال الحصول على أفضل المخرجات العملية الانتاجية وتطبيقها ضمن أحدث النظريات المتبعة عالميا وقال سموه أن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يحظى بمشاركة خبراء عالميين في مجال الانتاجية إنما يؤكد مدى التطور في بيئة الأعمال والمؤسسات في المملكة ووجود كفاءات بحرينية قادرة على استيعاب ومواكبة وتطبيق أحدث نظريات تفعيل وزيادة الانتاجية إن المقياس الحقيقي لعلو قدم الانتاجية الدائمة ريعان أفكار لا يمكن تثمينها ولا حتى وضعها في خانة التقليدية منها أسلوب عملي يستند على واقع الابتكار غير الاعتيادي المنطبه جلب المنافع والفوائد ودرء الخسائر والفشل في استخدام الأمثل من المصادر التي قد تجود بغلة وفيرة من مخرجات نهائية تلازم تلك العملية الانتاجية التي لا تهدأ وطيرة عملها مؤتمر الانتاجية مهمة جدا في الآن أو في أي وقت بغض النظر عن توفر المصادر الطبيعية أو شح المصادر الطبيعية فالبردكتيفتي معناته حسن استغلال المصادر في السراء وفي الظراء وما في دولة فقيرة في العالم هناك في دولة فقيرة في الانتاجية فعلينا من خلال هذه المؤتمرات أن نأتي بأساليب ومنهجيات للارتقاب الانتاجية لأن هناك الكثير للجميع ولكن مستوى الاهدار عالميا مستوى عالي جدا طرق جديدة للابتكار من أجل انتاجية أعلى عنوان حملته النسخة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للانتاجية هذا المؤتمر الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتفخر البحرين وعبر احتضانها له في وضعها ضمن خانة مراكز الانتاجية الفاعلة داخل تلك الحدود الدولية أهمية المؤتمر وتوقيته بالذات الثامن عشر الدولي للانتاجية أن يكون في مملكة البحرين هذه أول مؤتمر يكون خارج أوروبا وخارج أمريكا هذه أولا ثاني شيء أن البحرين اخترت كمركز عالمي لقياس الانتاجية خارج أمريكا وخارج أوروبا فهذه بحد ذات إنجاز ثلاثمائة شخصية عالمية خبيرة في علوم تطوير وتحسين الانتاجية جاءت من اثنتين وسبعين دولة لتجود خبراتها بطرح أحدث التجارب الناجحة حول آلية الارتقاء بجودة المحاصيل والمنتجات التجارية التي لا يمكن لها أن تكون لو لا استخدام الأجدر من الموارد سواء على مستوى المؤسسات أو عبر إطار اقتصاد الدول بصورة عامة في الحقيقة هذه الموضوع نحن بحاجته على مختلف المستويات وخصوصا من خلال هذه المؤتمرات التي تنقل بشكل موسع تجارب الناجحة وما هو يتم يتداولونه في هذا المجال في العالم والتجارب الناجحة هي أكثر ما ممكن نحصل عليه في هذه المؤتمرات تحت سقف واحد العنصر البشري من أهم مصادر الإنتاجية فلازم نركز عليه وطبعا البحرين نحن عندنا أكثر من جهة تركز على العنصر البشري مثل تمكين تركز على العنصر البشري في القطاع الخاص عندنا بيبا حق القطاع الحكومي من رأي الشخص اللي عشان يستثمرون خلي نقول الإنشياتيفز أكثر أنهم يستثمرون في قياس الأثر للبرامج التدريبية اللي يسوونها على الساس يستفيدون أكثر شنو اللي ينجح في البحرين وشنو اللي ما ينجح إدارة ما يحمله هذا المؤتمر من أوراق النقاشية ستتصل عن قرب بموضوع محور الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي مرورا بتعزيز التنمية الاجتماعية إلى جانب جزئية دوافع الإنتاج ومؤشراته وصولا إلى نقطة إصلاح التعليم والابتكار في الأنظمة المتنوعة لتلفزيون البحرين محمد رشخيدات ترجمة نانسي قنقر